اعلن المدعي العام في اوكرانيا يوري لوتسينكو ان اجراءات الدعوة القضائية ضد يانوكوفيتش وشركائه ستنتهي خلال هذا العام لوتسينكو خلال اجتماع حول نتائج عمل مكتب النائب العام في العام 2017 ذكر بأن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على يانوكوفيتش وفريقه لا يمكن ان تستمر الى اجل غير مسمى واشار الى ان النيابة العامة تلقت في شهر يناير الماضي تصريحا من المحكمة بالايدانة غيابيا في قضية اطلاق النار على المتظاهرين في الميدان ويتعلق الامر بيانوكوفيتش الرئيس السابق للمخابرات ياكيمينكو ونائبه توتكي كما قدم المدعي العام تقريرا عن نتائج مصادرة الحسابات الخاصة للرئيس الهارب وشركائه لأول مرة في تاريخ اوكرانيا انجزنا الية المصادرة الخاصة وعيدت للدولة الاصول التي سرقتها المنظمة الاجرامية لفكترينوكوفيتش وبقرار من المحكمة حصلنا على اكثر من اربعة واربعين مليار هربنا الان هذا المال يذهب للجيش والبنية التحتية في اوكرانيا حيث تبنى مساكن جديدة للجيش ومستشفيات وطرق موسيقى